مرحبا بكم في هذه البتاة المباشرة من مدينة الدار البيضاء ضموع مريض بالسل اللي تخلى لي كل شيء وده محتاج للمحسنين انهم يساعدوه ويعونوه باش انه يكري يعني كيفما كانت تهدو معنا قهرات والزنقاء المرض يعني كنعرفوا ان مرض السل كيبغي الماكلات يبغي تخاتمه يبغي الانسان يكون في داره مرتاح ده بهد السيد كيفما كانت تهدو معنا لدرجة انه بقى الشك يقدر انه يتمشى يعني كنتمنى الناس المحسنين الذين داخلوا خارج ارض الوطن انهم يتساعدوا معه ويعاونوه السيد باقي صغير باقي قادر انه يخدم باقي كل شيء ولكن المرض بحالك كيفما كان قولوه تهدد السيد يعني حاليا دبا وقف الشارع ناس في الشارع راه ان انسان بسحشوا وكيم رد في الشارع مبالوكم هذا السيد هذا اللي دبا مريض السلام عليكم السيدي شمال المشكلة لكم شمال نداء ديالك الناس المحسنين الجمعيات اي واحد قادر انه يوقف بأكويسا السلام الرحمة الله وبركاته انا اختيارا مريض مرض السل اووووو انا متشرط قريبا جاي لباشي عشر سنين انا الحمدول الله مشكيش على التشرط ولك المرض له لكن خلاني مريض هذه الفضراء خاص تكون عن الكاري تكون كاريك تخيط دواك نعم نعم لا انا كنت تشوفين ان هنا برا وناس يساعدين بأكوان بالغطاء واللابس والماكر اللي يزيون بخير وأنا محتاج للمحسنين الليزا زيون بيخير اللي بغير يساعدني وخبش نكريت نكمل الطريطمو ديالي وذلك سعي حن الله بش مكان راني الكافح هذا الشي اللي كان بقاليا خمس شهر ديال بطريطمو يعني قهراتك الضغطة؟ بزاف اختياتي أختياتي أسفارة الكولون دائرة يدور البارح والله العادم كلما جادت نوح المروح المنطق كلمت بالبرد صراحة السيدة قالت لي بأن الكلاب يبقوا يدوروا هو الكلاب حاشك يبقوا يدوروا هنا بالليل لا إلهي الله سبحانه وسهل وبزاف قاعدوا تشم كارا واحدنا التلاتة جاي اللي يجو جم يجروا جاي عدي واحد وواحد قال لي لا صاف يجي تكسيدر مريد خليه كان جاي قعمرتك بغي يجريسي ولا بغي يدير شي حاجة أصلا ما عندك الوالو أنا أعز في الخاطر لكن كيف تريدك المحسنين لأنه ميكريوليك؟ أنت حاليا لديك هو السكن يعني دي ما تقول أنا بغي تريد شي بيت ليستعقب فيه تنتشافه ورجع نخدمه هذا الشيء الذي يريد أن يساعدني الله يا زيبي خير الله سيساعده والله يرحم الوالدي الجامح هذا الشيء الذي سأقوله قال لي أنه يريد أن يساعدني الله سبحانه وتعالى حيث عدت كثيرا نعم أصلا ما أعلم سدري فضروني قلبتي ضرني وأم المشادي تنعني فيه كثيرا في الليل في الليل تنعني بثيرا والحمد لله لكل حال والذي ساعدني الله يزيبه خير وإنه لله وإنه الرجوع والله يرحم الولدي الجمع ضعني أولو والو وأنا بصحت كتن مجرد الدم ولم يكن لا يشلط يشوفك أمي أخوتي من الأب وذلك يمكنك أن يمكنك التنزل كيف ستكون عندك من عام السرع؟ 77 انا 45 او 46 سنة بالنسبة للعجازة السيدرة باقسها الحمد لله عنده 48 سنة باقسها يعني باقي خاصة غيري صح باش يرجع يخدم شنون يدى بجي لك الشريف الناس يتحدرين انهم يتواصلون مع كل غرض المساعدة وغرض انه ميكريوليك والله يزيون بيخير قال لي ساعدني الله يزيون بيخير والله يرحم لي الولدي ان الله لا يدع انه لا يدع انه لا يدع انه لا يدع انه لا يدع وهذا الالام البرد وهذا البرد اللي كرفصني شوية اسمات باش تتكون عنده باقسها كمين في الناس اوه لكلية القفقة فهذا دور قدوا لي باقسها نحش بهم خطرها قاعدة لتع كاكز جابوا لي الناس كاكز باش اوليتي كنتمشا باش نوركا رجلي دبلا ووركتوا لهم ما تلحش بهم اني كانت من ناواتيجان ناس المكسين انت قلت لي بغير تكري باش انا كنت تتقر باش تكمل الخاتمة واتصحة اوه نعم 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 بالتصحة باقسة منا سوف نعم لا نعم ان نعم المرض في صدر اقننا اقننا ناس المحسنين اللي داخل وخارج وطن انكم توقفوا معاه واتساعدهم صراحة بحاجة بحاجة انك تغدرك ساحتك ويغدروهم المقربين لك. الإنسان في الدنيا لا يعرف من هذا القدام وكيف يقدر يطراليه. لذلك الشيء الذي أتمنى منكم أنكم توقفوا معه. الحمد لله الساكينة هنا مفرى لأهل الأغطية والماكلات وكيفما تشاهدون أن يخفجوا الماء والماكلات والحوايج والفراش. ولكن هذا السيد يجب أن يكري ولو غير شي بيت صغير يقدر أن يكري فيه بما يكمل التخيط منه وخاصه خمس شهر التخيط منه. وكيفما تشاهدون معنا مشاهدينا الرقم جيل هذا السيد هو 046-22-23-50 هذا هو الرقم جيل وهنا مشاهدينا كنكون وصلنا نهاية هذا البت. الرقم خليناه لكم وهنا قليل نودعكم وطلقكم في بت آخر بسلام عليكم.